اهلا بكم يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال اهلا بكم في مطبخي مطبخ شايماء عبدالغدي هنعمل النهاردة وصفة اللبن المكسف بدون خلاط بطريقة سهلة وبسيطة وبالماء المغلي زي ما انتوا شايفين كده جبت حوالي نص كوباية من الماء وحطها على النار لغاية لما تغلي وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه غالت خلاص الماء هفضيها كده في بولا او في مج كبير زي ما انتوا شايفين كده هحط عليها نص كوب من سكر البودر وكمان ربع كوب من الزبدة الصفرة وهقلب لغاية لما الزبدة بتاعتي كده تسيح في قلب الماء ومع السكر زي ما انتوا شايفين كده قلبي كده لغاية لما السكر ايه يختفي والزبدة بتاعتك تسيح هحط كمان نص كوب من اللبن البودر زي ما انتوا شايفين باشتري من عند العطار بالشكل ده بس هو تقريبا بالزبط كده نص كوباية هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها طبعا انا لقيت ان البولا هنا صغيرة بالنسبة للمكونات دي كلها فهنقله في بولا كبيرة واقلبه كويس جدا علشان اضمن ان كل المكونات بتاعتي اختلطت وتجنست مع بعضها اللي بي كويس جدا لغاية لما السكر يدوب واللبن البودر كمان يدوب طبعا احنا عملنا الوصفة دي بدون خلاط بالمضرب اليدوي لو حاب تحطيها في الخلاط برضو مفيش اي مشكلة خالص بس هي مش محتاجة يعني انا حضربها كده بالمضرب اليدوي واتأكد تماما ان اللبن البودر داب والسكر بتاعي داب وحتلق القوام بتاعه في منتهى الجمال اوه بس بعد الخطوة دي المفروض تحطيه في التلاجة ساعتين تقريبا بالزبط فحيتقل منك وحياخد او حيبقى نفس القوام بتاع اللبن المكسف اللي بتشتريه من برا عملنا لبن المكسف في البيت بمكونات سهلة وبسيطة ورخيصة ومقارنة باسعار اللبن المكسف الجاهز تقدري بقى تستعمليه في اي وصفة من الوصفات اللي انت بتحبيها واي وصفة بتحتاج لبن مكسف هتحطيه بقى في برطمون هتحطيه في بولا وتشليه في التلاجة بتاعتك ادي قوامه في منتهى الجمال ولونه وطعمه ما اقولكمش بصراحة لازم تجربوه بنفسكو عندي وصفات اقتصادية كتير على القناة انا قناة مطبخش مع عبدالغاني لو اول مرة تزوري قناتي ياريت تعملي لايك واشتراك في القناة واتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ويريت تعملي كده جولة سريعة في قناتي بازن الله وصفاتي هتعجبك اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد من قناتي انا قناة مطبخ شايماء عبدالغاني شكرا لكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة